عمر الشباني يقول كلنا أخوة ولا فرق بيننا وكل المذاهب والمعتقدات محترمة بالحقيقة هذا نوع الرجل معتدل يقول هذا الكلام معتدل ولكن قد لا يوافقه بعض الآخرين المتطرفون الذين يقولون لا أنه دعاء الناس كفار دعاء الناس فسقة ضالين منحرفين يثمون إلى النار فشلون يجيب يقول له أن كل واحد أحترم ماذا بالآخر ما يحترم فريد أحمد عنده مشكلة مددع علي مماخذه يبدو على الشيعة يقول دعاء غير الله دعاء غير الله يعني هذا الإشكال إذا موجود عن بعض الناس الذين يدعونا غير الله نعم هذا الإشكال ولكن أنت بتنظر فيه إلى كل الناس في ذلك يفعلون ذلك هذا شيء خطأ قول هذا شيء خطأ عبدالله محمود يقول سأكون في المتابعة ولكن لن أظهر هو صور يمكن لدينا بث مباشر أو سنتقبل الإتصالات المباشرة وذلك لقلة ألمي ولوجود ناس أعلى مني في مجتمع الصفحة نحتاج لمثل هذه الحلقات السلمية التي تقرب وجهات النظر وتسمو بنا نحو الأفضل شكرا جزيلا أحمد علي البصراوي يقول شعوب العالم عندما جعلوا العقيدة الدينية شيئا شخصيا تطوروا وازدهروا وجمعهم الوطن ولم تفرقهم العقاعد الدينية إلا العراق يا أخي العزيز إحنا ما يمكن أن نصير أوروبي مرة واحدة ولن نكون هكذا إنما علينا أن يعني مفاهيمنا الدينية ثقافتنا الدينية نظراتنا تكون معتدلة حتى ننظر وإذا كان أدنا خلاف مع فريق آخر نحاول أن نحل هذا الخلاف نحله بالتي أحسن مو نسكت عليه لأنه السكوت على الأخطاء يمكن تنفجر في يوم من الأيام نحاول يعني أنا شبت أحد الأخوة يكتب يكتب كله يقول الآن ما يمكن إحنا شيعة مثلا ما يمكن نتفق مع السنة لماذا يا أخي العزيز يقول لأنه تاريخنا كله كان عنف وأقصاء وقتل وذبح وكذا فشلون نجي نتفق مع السنة طيب يا أخي العزيز نفترض كلامك صحيح ومو صحيح هذا لم يكن تاريخ العلاقة بين الشيعة والسنة كله دماء وقتل وذبح لا بالعكس في فترات مرات الفترة الصفوية أكثر شي مرات وإذا كان في التاريخ الصحي قبل ألف سنة فكانت خلافات سياسية ناس سائرون على أنظمة وأنظمة تحاربهم وتقتل هؤلاء أو تقاتلهم فما كان شيء عام شيعة أو سنة ما كان شيعة أو سنة يتقاتلون حتى في كربلاء ما كان في شيعة أو سنة كان في نظام ظالم وفي ناس جماهير سائرة ضد النظام سواء في كربلاء أو في المدينة أو في مكة أو في غيرها من البلاد فما كان في معركة بين طائفتين بين الأمة الإسلامية جماهير الأمة الإسلامية وبين أنظمة ظالمة كما الآن ترون أنتم في مختلف البلاد أيضاً توجد أنظمة عسكرية، بوليسية، ملكية، مطلقة ومسيطرة على البلاد وتقتل وتحبس وتعذب أي شخص مخالف إليها فهذا ليس صراع بين الشيعة أو السنة، هناك صراع سياسي موجود في جميع البلاد مرة يكون هذا الصراع سلمي وديمقراطي تبادل السلطة بشكل سلمي ومرة يتفجر بمعارك وقتال ومثلاً حروب أهلية فما يمكن إحنا نجعل نقول يا بالعقيدة الدينية خلاص خلوه على صفحة وإحنا خلونا نصير أوروبية مرة واحدة ما يمكن هذا الشيء إنما لابد من تطوير نظراتنا ويعني نبدأ تقرف لأي فريق جاسم ميم ألف يقول أن نصلي جميعاً سواء وندعو إلهنا وسيدنا وخالقنا الله رب العالمين ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونحضر الجمعة والجماعة سواء ونتحاب في الله ونترك ما شجر بين السابقين بينهم وبين الله والحمد لله رب العالمين يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعمد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباماً من دون الله فإن تولوا وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون حج نجات يقول لا يبقى أي إشكال إذا قبلني سني بدون تغيير في اعتقادي وقبلني شيعي بدون تغيير في اعتقادي اقبلني كما أنا وسلام عليكم هل في نظركم هذا حل جيد؟ أنا لا أعتقد يعني إحنا ما لازم نكون يائسين من التفاهم والحل إنما إذا إحنا مع بعض الشيعة والسنة درسنا تاريخنا درسنا النظريات السنية والشيعية ومو بالضرورة نخلي فاصل بيناتنا يعني شوفوا المذاهب السنية المذاهب السنية الآن أربعة الحنفية والمالكية والشافائية والحنبلية فهذه المذاهب في فترة من الزمن قبل ألف سنة كانت تتناحر فيما بينها ويكفر بعضها بعضا السمارد أدخل بالتفاصيل ولكن كانت معارك مسلحة حتى تجري ثم جاء الخليفة العباسي القادر بالله تولى الخلافة سنة 381 وتوفى سنة 422 أعتقد كما تذكر المهم هالفترة حوالي 40 سنة كان من أقوى الخلافة العباسيين وفي ظل الدولة البويهية كان مع ذلك كان استراتيجي فهذا ماذا عمل؟ جمع المذاهب الأخرى في أطواحد وسمها أهل السنة سابقا في القرن الثالث لجري أهل السنة كلمة أهل السنة كان تطلق على الحنابلة فقط الحنابلة أهل السنة أهل الحديث في مقابلة المعتزلة فهذا الخليفة وسع الإطار وحاول حتى يدخل المذهب الأثنى عشري في أهل السنة ولكن المذهب الأثنى عشري كان بعدها بسيط جديد طلع ما كان عنده أتباع كثيرة وحاول يعني وضع مبلغ معين حتى يدخلهم فعليه مهمة هذه القصة أخرى ولكن النتيجة أنه أهل السنة دائرة يمكن تتوسع ويمكن ينضم حتى الشيعة الشيعم أهل السنة الشيعم يمنون بالكتاب والسنة ما عندهم خلاف في اجتهادات بسيطة في المسائل الفقهية فهي الأسماء الأسماء مظللة أساساً نقول هؤلاء سنة يعني ماذا؟ أو نقول هؤلاء الشيعة ما هو الشيعي؟ تعريف الشيعي من هو الشيعي؟ مرة نعرف الشيعي مثل ما الآن عند بعض الأخوة الذين قالوا أن الشيعي هو الذي يسبه الصحابة ويقول بإمامة الإمام علي بن نصر الجلي ولكن هذا الشيعي ما كان موجود سابقاً لذلك لو تراجعون كتب الجرح والتعديل في ألم الرجال أنه يجون على بعض الناس أنه هذا الشيعي ولا سني؟ يختلفون فيه كيف تعرف الشيعي حتى تقول هذا الشيعي أو سني؟ إن كان الإمام الشافعي يقول إن كان رفضاً سموه رافضي حتى الإمام الشافعي سموه رافضي قال إن كان رفضاً حب آل محمدين فليش هذه الثقلان أني رافضي؟ لأنه بعض متطرفين مما يسمى بأهل السنة الحنابلة يعني أهل الحديث كانوا يعتقدون إذا واحد حب أهل البيت أو حب المم علي هذا صار رافضي فقالهم لا هو إمام الشافعي من أئمة أهل السنة يعتبر ولكن يقول لا تقسموا الناس هكذا سنة وشيعة فإن كان رفضاً حب آل محمدين فليش هذه الثقلان أني رافضي؟ هذا ليس صحيح كلامكم شوفوا لاحظوا إذن في هذا التقسيم أن نقول هؤلاء الشيعة أو هؤلاء السنة كثير من السنة أو معظم أهل السنة يحبون أهل البيت ويعظموهم ما في أدهم خلاف يعني مثلا حتى الدولة الأثمانية التي اختلفت مع الصفويين كان فيها تيارات قوية وحاكمة ومسيطرة تقول توالي أهل البيت حتى العمل 12 كان يؤمنون بالعمل 12 ولكن لا يتبرؤون من الشيخين لا يقولون دولة صحيح ودولك أيضاً صحيح يجمعون بين الصحابة وبين أهل البيت فالمشكلة وين؟ المشكلة في العناوين المضللة أن كل واحد يصور أن هذا الشيائي وهذا السنة هذا التقسيم الوهمي بين الفريقين وإلا تجد أنت شيعة في كثير من أهل السنة هم أكثر تشيئاً حتى من بعض الشيعة ربما